في الأول خالص نعم في الأول يغفر له بأول قطرة من دمه تمام المغفرة تمام المغفرة مهما كان عمل ومهما كان ارتكب من ذنوب ومخالفات ومعاصي نعم بأول قطرة من دمه يغفره الله عز وجل لهذا الشهيد وربنا يأمنه من فتنة القبر ويأمنه من عذاب القبر ودي طبعا يعني اللي كان النمس وحسلم بيستعيذ بيها في كل صلاة لفتنة المحية وفتنة الممات وفتنة القبر يستعيذ بيها بعاقب التشاهد في كل صلاة ليه لخطورة الأمر الشهيد ربنا يأمنه من فتنة القبر ويأمنه من عذاب القبر الشهيد يوم ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بسبعين من الحور العين يعني ما فيش بعد كده درجة مالهاش الشهيد يشفع ربنا سبحانه وتعالى يكريمه بقى مش لشخصه هو فقط ده بقى الحضارك بتقول عليها يتعدى غيره كمان يعني الفضل مش له فقط إلى أقاربه سبعين محكومة أعمالهم توديهم النار أعمالهم تروح بيهم هناك هو كده يأتي فيشفع فيقبو الله شفاعته فيهم فينقذهم من النار ويدخلهم للجنة الشهيد الشهيد في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض الله كما بين السماء والأرض هي المملكة مولانا لايه أنت تخيل بقى هذه المرتبة هذه المملكة هذه المملكة صحيح وثانيا إحنا هنا إيه مش أحياء وبناكل ما هو برضو هناك في حياة وفي أكل هناك بقى عند ربهم يرزقون عند ربنا نرحم شهدائنا ويوفق أطلنا ومشكرك يا مولانا شكرا جزيلا ربنا يزيدك علم وينفعنا بيك دائما إن شاء الله ونسأل الله عز وجل أن ينصر جيشنا وأن ينصر يا ربي وإنصرهم ولا ينصر عليهم وأن يؤمن البلاد والعباد وأن يجعل مصر في أمن وأمان اللهم أمين واستقرار وغنى ويسار إن شاء الله آمين يا رب آمين يا رب